مفهوم الوحي ثقافاتهم فكله هذا كان من ضمن الوحي حتى لو كان فيه اقتباسات من ضمن الوحي الله بيوصل فكره حتى نتعلمها والموضوع كله بناخده طبعا بالإيمان الله بيعلن لكن احنا بنستقبل هذا الموضوع بالإيمان السؤال اليوم شو السبب شو السبب انه اليوم فيه ميول اللي عم بيتركوا الكتاب المقدس يعني فيه عدد قليل فقط اللي بيقرأ الكتاب المقدس والسؤال هل يعتمد على الكتاب المقدس يعني لليوم لإيه لأنا شخصيا في الحقيقة بركة عظمى كما قال احد رؤساء امريكا السابقين اعظم منها افتكر ابراهام لينكون قال اعظم منها منحها الله لبني البشر هي الكتاب المقدس في الحقيقة ما نعرفش كنا نعرف ايه عن ايه لو ما كانش معانا الكتاب المقدس الامور الابدية طبعا الامور العالمية مهمة لكن ايه قيمة الزمان بالقياس مع الابدية وهذه الامور الابدية لن استطيع ان احصل على اي معرفة عنها خارج الكتاب المقدس لذلك الكتاب المقدس عطية عظمى والشيطان بدهائه وخبثه يحاول ان يبعد البشر عن هذا الكتاب قال المسيح للصدقين في يومه وانا بشوف ان ناس كتيرا النهاردة في المسيحية نقدر نقول عليهم انهم صدقي الزمان الاخير قال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله عندما لا احترم الكتاب وعندما لا اقدر قوة الله نحن نصبح على شفاء الضلال اشتركوا في القناة